ولكل عشاق السحرة المستديرة تحديداً يورباليج أو البطولة بطولة أوروبا ابتدت مباراة البرتغال وفرنسا في بطولة اليورو مباراة طبعاً اللي بينتظرها عشاق السحرة المستديرة في العالم كله عشان نتفرج على التلميذ والأستاذ زي ما بيقولوا بابي الموهبة اللي فرضت نفسها في العالم كله الحقيقة ومثل الأعلى صاروخ مديرا ببرتغال كريستيانو ورونالدو إيه اللي ممكن يحصل وإزاي ممكن يكون سير لتسعين دقيقة ده كله هنعرفه من الأستاذ عمر الراوي الخبير الكروي بالدوري الإنجليزي اللي موجود معنا عبر زوم وسائر خير عليك وأهلاً بيك معنا في برنامج التسع أهلاً بحضرتك يا أستاذ الجمانة وأهلاً بأستاذ المشاهدين أهلاً بيك قبل ما أروح معاك لمبارات البرتغال وفرنسا انتهت من وقت قليل مبارات أسبانيا وألمانيا واللي انتهت بفوز أسبانيا في يعني الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي مبارات خلصت برتيجة 2-1 لصالح أسبانيا مع أن ألمانيا يعني صاحبة الأرض وهو المنتخب الألماني منتخب قوي جداً رؤيت حضرتك الماتش إيه شفتها شايف المبارات زي سر المبارات زي؟ طبعاً نتيجة غير متوقعة بما أن أغلب التوقعات أن ألمانيا هتكسب زي ما حضرتك قلت يا سيد جماني أن هي صاحبة الأرض لكن أسبانيا لعبة جيم عالي جداً مع الفريق الألماني وقدروا يفطفوا جون زي ما حضرتك قلت في الديئة الأخيرة بس هم كانوا متقدمين لغاية قبل الأكسرا تايم وكان حيكسبوا 1-0 وبعد كده ألمانيا قدرت ترجع في الماتش في آخر 5 دقيقة في الماتش وبعد كده لعبوا أكسرا تايم وأسبانيا بهد من مورينو يعني حاجة تدرس في كورة القدم إزاي قدر يطلع ويرتقي ويقدر يحط الكورة في حتة زاوية قاتلة بالنسبة لحارس المرمى في حارس مرمى ألمانيا وطبعاً بكده هم يتأهلوا وحي نشوفوا بقى حيلعبوا حيكسب من المبرمه بين فرنسا والفرطوائي يعني فيه توقعات أنه أسبانيا تكون هي صاحبة اللقب طبعاً فيه توقعات أسبانيا فريق قوي جداً وعمل ماتشات قوية جداً مختلف كمان النسخة دي الحقيقة بالزبط بالزبط بس عندنا برضو الفايز من فرنسا والبرتغال برضو حيكون ليه دور في النهائية يعني هم حيقابلوا بعد سوري قابل النهائي فإما أسبانيا يا إما البرتغال أو فرنسا طيب خلينا نروح معك للمباراة اللي بدأت من تقريباً عشر دقيقة فرنسا وبرتغال والناس كمان بتختصر حياة المباراة دي ما بين مبابي ورونالدو طبعاً يعني انا احنا كنا شوفنا بداية المباراة البرتغال مسيطرة شوي على أماسكا كورو أحسن من فرنسا لكن التوقعات بتاعة السوبر كومبيوتر بتقول ان فرنسا نسبة ان هي تكسب الماتش دي تسعة وتلاتين في المية والبرتغال ان هي تكسب الماتش في الوقت الأصلي واحد وتلاتين في المية والتعادل بنسبة تلاتين في المية موضوع التوقعات ده ما بيوجد توقعات يعني عشوائية لا ده بيبقى عن طريق سيميليشن لعشر تلاف مرة للماتش طبعاً زي ما حضرتك بتقول فيه لاعبين كبار جداً امبابي وكريستيانو رونالدو الأسطورة الكروية كريستيانو رونالدو اللاعب الوحيد اللي قدر يوصل لسكس أو ست يوروب شامبينز يوروبين شامبينز واحداشر بطولة عالمية يعني وهو دلوقت يتربع على أكتر هداف للمنتخبات بمية والتلاتين جون يتفوق على ميسي وبرضو أكبر هداف في تاريخ الكورت القدم بـ 895 جول وبرضو يتفوق على ميسي فطبعاً رونالدو أسطورة بسعب أنه تتكرر كتير في الكورت القدم ونحقق أرقام عالية جداً وبنسبة كبيرة جداً وهو قال يعني غالباً دي حتبقى أكرب طولة لي حنشوفه فيها كنت نسه أقولك فيه نسبة يعني طبعاً محدش يقدر ينكر الأسطورة يعني بس في الناس شايفة أنه يعني ابتدى شوية مش هقول مستوى يعني قل شوية لكن بحكم بقى السن بحكم حاجات كتير جداً أنه بدأ يخفط إلى حد ما تتفق مع دا ولا؟ طبعاً بس لما نجي نشوف بالنسبة لخطورة رونالدو أنه عنده الحس التهديفي وإزاي وعلى الأقل يعني جزء منه كمان هو المنتفعين بيعملوا له حساب كبير جداً فهو حتى وجوده بيسحب معاه أكتر من مدافع فبيدي فرصة لفرق الثانية بس طبعاً ممكن زي ما حضرك بتقولي السن ليه دور كبير كريستيانو رونالدو 39 سنة بس ما ننساش أنه أكبر لاعب في البطولة بيبي 41 سنة في الدفاع وكان هيعمل كارثة في الماتش بتاع السوليفينيا في الماتش اللي فات بس فبعد أعتقد أنه ستبقى يقرب طول لرونالدو 39 سنة معاقع أرقام ونكسر أرقام كبيرة جداً وفي النحلة الثانية عندنا فرنسا مبابي لسه بلق يعني لسه في بداية الكارير بتاعه أو في البيك بتاع الكارير بتاعه يعني طيب قبل ما نروح معاك لمباريات بكرة إنه بعضو في مباريات قوية جداً بكرة عايزة أتكلم على التيشرت الوراق مو صلاح طبعاً التيشرت دي ممضيين محمد صلاح لأن أنا قابلت محمد صلاح قبل ما يسافر للمنتخب بما أنه أحرص 150 جول في الدور الإنجليزي وبعددي له الجايزة مقدمة من البريمير ليج يعني لما بحقق أي لعيب يعني محمد صلاح أنا قابلت هالند وقابلت محمد صلاح وقابلت برونو فرناندز وأكتر من لعيب بس طبعاً أكتب حاجة بساطتني لما قابلت صلاح وقلت له قلت له يعني صلاح أنا قدت منتظر اللقاء ده بقى ليه شوية يعني طبعاً يعني نجم كبير نجم محمد صلاح بنوجه له طبعاً كل التحية طب خلي نروح معك لمباريات بكرة بكرة في مطشات قوية جداً في مباريات قوية جداً إنجلترا وسويسرا وهولندا وتركيا توقعتك إيه المباريات دي وصير المباريات دي إيه؟ تركيا عاملة بطولة جندة جداً في البطولة دي إنو حققها عرقام وبروفورما والأداء بتاعهم عالي جداً في البطولة دي فأنا أتمنى بس طبعاً فرقة هولندا فرقة تقيلة جداً وحتبقى يعني مش مباراة سهلة على تركيا تمنياتي تركيا تكسب لكن أعتقد أن هولندا اللي هتكسب المطش دوان أعتقد يعني ما بين إنجلترا وسويسرا ده حسب السيميليشن برضو ولا ده توقعاتك؟ لا ده توقعاتي أنا بلاش سوا بالسيميليشن أقول لحضرتك بقى بكرة إن شاء الله على السيميليشن أكون بسيت عليها بالزبط بتاعت السوبركمبيوتر بتقول لنا إيه على المطش بتاع بكرة إنجلترا وسويسرا إنجلترا من الفرق اللي عندها لعيبة جمدة جداً وعندهم يعني فرقة قوية جداً لكن للأسف المدرب لسه مش قادر يوصل للتوليفة اللي يقدر يكسب بيها وقاعد بيغير من مطش لمطش مطشاتهم إلى حد ما مملة للأسف دايماً بيبقى فيه توقعات عالية جداً لمنتخب الإمترا لكن الأداء بيبقى أقل كتير من المتوقع سويسرا عاملة مطشات كويسة أتمنى أني إنجلترا تكسب بما أني أنا بقالي يعني عشرين سنة في إنجلترا يعني توقعاتك لبكرة أنه تركيا هتكسب هولندا وإنجلترا تكسب سويسرا لا لا أستاذة جمانة أنا أتمنى تركيا تكسب تمنيتك إنما أتوقع أن هولندا اللي هتكسب وأتوقع برضو أن سويسرا هتكسب لكن تمنيتك العكس يعني أتمنى يخيبه توقعاتي إنجلترا وتركيا طيب يعني على أي حال أنا أتمنى أن تمنيتك هي يعني تبقى بتحصل وبشكرك طبعا شكرا جزيلا عبر راوي الخبير الكرة يبدور إنجليزي شكرا ليك دورترا فأنا بجلتها ساعة